السلام عليكم. اليوم سوف نتحدث عن كلاس 5 كافتة الوصف لتحقيق الوصف في الوصف الوصف نرسم هذا الشيط ربيزويد يكون بالسرفيكال ثلاث وراها نجيب السويهول يستخدم رون بير تكون مالتي رون بير بشكل عمودي على اللونغ اكسس قدرانا تكون مالتي أقل لثثناء نحن أقل ثلاث عمد ومسيلي ثلاث ثلاث ومسيلي بلنقل نحن أن يعمل اقل ومسيلي ومسيلي واقل ومسيلي ثم نغيب الناس إلى مستوى و المزل طيبنا سابقا بنسل الكافيه كافيه لدينا ثلاثة تكون كومبنشنال تكون المارجن متى تكون كافيه او تكون بيفول او تكون كونزيرفاتيه هي الشيء فقط من حق التسويس وهذه انا راح نسوي البيبول هي تشبه كومبنشنال كافيه تكون كافيه تكون بيفول راوندل انا سوينا الانيشيال فورم بيجراند بير انا راح نستخدم الفيشل بير تشوي سموت ناك بالوالد الاجزيال فورم الاجزيال فورم باحت كون كومبكس تورد اكترنا سيفس مد كون فلات حالة بلاس من لا نستخدم الفيشة بير مد كون كون بير في مد كون بير ما هو مد كون بير لا نستخدم الفيشة بير لم يكن كون بير لا نسوي المد كون بالاسبب نحن بكشة المببصة ولا نستخدم قد كون أي شكل غير منظم بل بل بلدين هتوزيدنا اله اله ميكو رهيشن لاله قم بلد بشترايشن اتصار ويأت رأي جواتا خيز كل الان انتناول الان انتناول الان انتناول الان الانده there's no شعب انتناول الآن الميل بير طبعا هي مفهوظة نجيب ثلان بير راح نستخدمها بالترمسان إن شاء الله ويالتوث preparation the crown under bridge بس الآن ما عندنا ثلان بير فنسوي بالفشر بير نسوي الميل هيا زلد 45 ونسوينا بيرلين كل الكافو سرفيس تكون ويايا راوند الآن نستخدم inverted bear لتجعل الاسعى الوالد لا يحرك الـ inverted bear toward the walls لا يحرك الوالد لأنه ليس لدي كونفيرج شايف لا الوالد لا أقوصها فقط الاسعى الوالد حتى تؤخر لي أي irregularities موجودة الـ cavity walls يجب أن نظل ويايا الـ diverge toward out, outside, toward external, to the structures يجب أن تكون diverge منفرجة البرى هذا يجب أن نظل ويايا الـ cavity من الأن كامل من أقول smooth قصدي من نوخر أي irregularities موجودة على الـ walls أو على الـ axial wall بس الكافيتي لازم الـ for composite restoration لازم يسوي micro roughness باستخدام بير اللي يخطوط مالاتها خضرة أو صودة اللي يسوينا micro roughness حتى زيدنا الـ retention مع الـ composite بس ومعنى هنو لازم يكون عنده هنا irregularities فاستخدم Fisher bear and inverted bear فاستخدام الـ to make the walls smooth فاستخدام الـ then I use diamond bear with the green line to make small roughness micro roughness to improve the retention form for composites so this is the final shape for class 5 crafting preparation for composite restoration and upper in upper central incisor two surfaces involved in the cavity preparation which is the incisor third and proximal surface جبركي شربية إننا في هذا الشكل أعتبر أن هذا هو التسويس الموجود بياي هذا الكاريز الموجود هذا نحن نستخدم الـ bevel design bevel design عدنا conventional اللي هو يكون إياه carbon surface وعدنا الـ bevel نستخدم الـ bevel وعدنا أيضا الـ conservative اللي هو أكثر شيء يستخدمون هنا يكون عنده uniform design يكون شكلها مخروطي فقط من سبع التسويس فقط فقط من سبع فقط من سبع التسويس 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المصف العلوي عليكم فش المعرفة والمعرفة يجب عليها لاتجاه البعيد لنحتاج مرة من قبل تجاهب مرة من سطح العلوي نغني البعيد لأجهزة الهز media من المصف العلوي للحزر منذ منذ العلوي العلوي ستكون جزيلا بها من القليل اشتركوا في القصة شوفو شلون الانسائزل and proximal proximal surfaces are included and vault هاي من الليبية surface من الفيشل surface شون يكون هنا يكون beveled there is no cavo surfaces هاي من قبل طبعا نسوينا هنا كلاسة 3 بفيديو سابق ايضا هاي شوفو هاي from lingual surface هاي the class 4 الانقل ي튼ع بفيديو part from الفيشل surface هاي than class 4 هاي اقناها هذا أج صحيخ هاي هاي ترجمة نانسي قنقر